يبدو أن موقف وزير الدفاع الإسرائيلي المصر على إبعاد حزب الله إلى ما بعد مجرى نهر الليطاني ليس عابراً لكن لماذا تسعى إسرائيل لدفع حزب الله شمال نهر الليطاني؟ وما خلفية هذا النزاع؟ إليكم بعض هذه التفاصيل عام 1978 شنت إسرائيل عملية عسكرية كبيرة سمتها عملية الليطاني احتلت فيها أكثر من عشر مساحة لبنان ووصلت إلى جنوب النهر ثم وسعت إسرائيل اشتياحها عام 1982 ووصلت للعاصمة اللبنانية بيروت بهدف القضاء على جبهة التحرير عند انسحابها من جنوب لبنان عام 2000 تم ترسيم الحدود وفق ما سمي بالخط الأزرق في عام 2006 أسر حزب الله جنديين إسرائيليين ما أدى لنشوب حرب انتهت بقرار دولي هو القرار 1701 والذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولية وينص القرار الذي وافق عليه حزب الله حينها على سحب السلاح والمقاتلين في المنطقة الممتدة من الخط الأزرق حتى مجرى نهر الليطاني ما يعني عملياً إلغاء أي وجود مسلح لحزب الله في هذه المنطقة التي يبلغ عمقها قرابة 30 كم كما لص القرار على التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية والقرارين 1559 و1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها لكن منذ صدور هذا القرار وحتى اليوم لم يلتزم حزب الله وإسرائيل بأي مادة منه بل على العكس استمرت الخروق والمناوشات بشكل متقطع إلى أن أصبحت تهدد بحرب واسعة اليوم